تمامين متاعنا لاموشات غاديو اكسبريس افم. اذي اكل ياور الحس الاسبوعية كيما كل جماع نكونوا موجودين معاكم في العام الجديد عام الفين واربعة وعشرين. نكونوا موجودين معاكم في اول حس عام السنين. كل عدار أول عويدة ما بدلناش تسمعنا على فريقانس متاعنا سن 3.6. لكن زاد على الديجي تال شين يوتيوب شين غاديو اكسبريس افم وكذلك. الصفحة صفحة الفيسبوك. بتاعنا غاديو اكسبريس افم. آآ وذي بفضل الفريق اللي موجود معنا اليوم. آآ س حتيت في الاخراج كيف كيف محمد الاحمر معنا في الاخراج الرقمي موجود معكم هنا. عزيزة باشترزي كوتي ميكرو كالعضو العويدي رفقني لبرودكتور دول اميشان انيس بن راين. انيس مرحبا بيك. اهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا. اه كل عام انتي حيب خير كل عام والمستما ينمتعنا الكل حينب خير. عام السنة خلي نقولو بداية اه بقوة انا شو نقولونا. بداية بقوة الحمدلله ها ينمتع قعد الحمدلله. ثم تحسن في المخزون. ان شاء الله في الا اه من الاخر اسبوع نزيد ونعطيكم اكثر المعطيات. حتى هنا الحسنة بتاعنا اليوم العدد نذكروا. اليوم الحسنة بديناه نهار حديث سبتمبر. وعملنا ستاشنا عدد في الفين وثلاثة عشرين. واليوم العدد رقم سبعتاش. ودخنينو بقوة كما قلت. خطر اليوم عنا ستة ضيوف كاملين. مع منافع حتى حرقة. سيح. حضر ديما ماكسيما وعملنا اربعة ضيوف. اليوم ستة اه ضيوف. منو الوزن الثقيل. خاطر موضوع مهم برشة. خلني تحب نحكيو عليه. ندخلو. هنا اليوم مش نحكيو اه على التثمين اه نتيج بحث العلمي. دي ما نحكيوه البحث العلمي. حكينا على الموستة البحث العلمي. مشاريع بحث علمي. اه مخابر وحدة بحث علمي. لكن اليوم مش نركزو على اه تثمين البحوث. وذي الموضوع مخترناش شي اعتباطينا خاطر تذكر اخر حلقة. ولا اللي قبلها. كينا قلنا في زارة الفلاحة. بيش تنظم. ونظمت نهار سبع وعشرين اه ديسمبر. يوم حاولة تثمين نتيج بحث العلمي. وهذه الكل بيش نرجعولو بعد شوية. كي ما قلت عنا ستة ايضوف كامنين. باي برج. خلينا بدايو مباشرة نتندونا كي ما قلت ستة ايضوف. اول اه فقرة متاعنا نعود نذكر احنا في العادة دي ما اغري بورتخي. تحديو مباشرة نبعدنا الفقرتنا اغري بورتخي. اغري بورتخي. اغري بورتخي في البداية اول موضوع اليوم بيش نترحوه اه انيس مع ضيوفنا. اه اه في اغري بورتخي اليوم كي ما قلت بش نحن كوانا تثمين نتاج بحث العلمي. واول موضوع بيش يكون مع مدير توزيع المسجدات العلمية والتقنية والربط بين البحث والارشاد. اسمه تويل برشا خاطر عنده مهم كبيرة. واللي هو سيد جمال بالرباح. سيد جمال مرحبا بيك. مرحبا بيك. مرحبا بيك. ومو شكرا على الاستضاف. اه نظمة وزارة الفلاحة نهار السبعة عشرين اه ديسمبر يوم حول تثمين بحث العلمي. اذا كليوش اخترنا موضوع هذا. مبعد بش نحكيو اه بعد ما نكملو معك بش ناخدو عينات من البحوث اللي تهم الميدان الفلاحي خاصة في ذل التغير المناخ. بش نحكيو عالاليات متاع اللي قع استعمالة في مجال السيد البحري وتربية الحياة المائية كيفية زادة قاعدة كيف امتاحها بش نتمشي مع الاشياء اللي قاعدين اه عايشينها. ومبعد الاخبار بش يكون عنا تقديم المعهد الوطني لعلوم وتكلوجة بحاليا استيام مع المدير العام. ومبعد بش يكون عنا بش ناخدو زل الموضوع اخر اللي هو دور مخابر بحث في تثمين نتاج بحوث. ومش نحكيو عنا مشروع اه اريبيو تيك. وزادة قبل الاخبار بش يكون عنا في اغري فوكيوس التثمين كيما قلت نتاج بحوث في مجال السيد البحري تربية الحياة المائية. وقبل عينات بحوث كيما قلنا في الزراعة. ولكن نرجع موضوعنا الاساسي لهو التثمين. سي جمال كانت تعطينا فكرة والحوص الصغيرة على اليوم اللي نظمته نهار سبع عشرين اه ديسمبر. شكرا سي اينيس. اليوم هذا هو اه منتدى البحث والتثمين. من اجل اه فلاحة مستدامة. اليوم هذا المنتدى هذا اذن به سيد سيد الوزير. يوم اثناش اثناش ديسمبر في لقائه مع سادة مديري مؤسسات البحث. وتم معناها انجازه في اه في يوم سبع عشرين بحذور معناها اه اهم الفاعلين في مجال البحث وتثمين نتائج نتائج البحث العلمي الفلاحي. واحذر فعاليات هالهاليوم اكثر من ثلاثمائة اه مشارك من جميع الفاعلين في المجال السيد الوزير عند انطلاق ولا في كلمة الافتتاح أكد كون ثم معناها جملة من الإشكالات اللي عيشها للقطاع منها التغيرات المناخية انحباس الأمطار ترجع معناها ملحوظ في إرادات السدود واليوم معناها أصبح معناها من الضروري باش يكون البحث العلمي اللي هو الدور الأهم ويكون هو قاطرة لرفع هالتحديات كما أكد السيد الوزير على أن مشاريع البحث يزامها تكون لكلها تنظوي ضمن الأولويات الوطنية وتتقدم حلول وإجابات لجميع الإشكالات اللي مطروحة في القطاعات الفلاحية النقطة الثالثة واللي نعتبرها من أهم ما ذكره السيد الوزير هو إطلاق حوار بين جميع الفاعلين في مجال البحث والتثمين باش النتائج توصل للمستعملين من فلاحة وبحارة وكذلك أكد على ضرورة إرساء سياسة اتصالية باش المواطن والفلاح والنسي كلها تكون على بين بالأشياء والمجازات اللي قاعدت تقوم بها منظومة البحث والتعليم العالي في لحنة هنا سمحنا سي جميل هذي اشقال الوزير طبقتي الصحة وعطيكم الصحة انتو مخاطر في جماعتين تقولي من نهار 12 حتى نهار 27 وعشرين مانا في جماعتين نعرف موسيهر باش ننظم ملتقاء وخصر ملتقاء لتثمين نتائج بعض هذي الوزير اكد عليه لو لو هيات وغيره وظروف قاعدة تعيشها تونس اسكو في المقابل انتو مش قدمت البحثين شنو جاء وقدموا ويسكو عنا اه معناها النتائج اللي هي قابلة للتثمين ولا كتعطينا فكرة خلي لعبية تفهم كنا بصفة مبسطة كنتحدث على نتائج البحث العلمي نتحدث على منشورات علمية نتحدث على حزم بيانية نتحدث على مستنبتات النباتية والكل هذا تم عرضه خلال هذا هالملتقاء من بصفة برقية منظومة حسب التصنيف سيماغو اليوم في الفين وثلاثة وعشرين منظومة البحث والتعليم العالي في لاحي تحتل المرتبة الاولى وطنيا والثامنة على مستوى الرجيون دومينا منطقة الشمال الفريقية وشرق ووسط معناها من ضمن ثلاثمائية وثمانية وسبعين دولة منظومة البحث والتعليم العالي ثلاثمائية وسبعين مؤسسة مؤسسة بحثية فعلا تحتل المرتبة المرتبة الثامنة من حيث الانتاج العلمي معناها لياخد بعين الاعتبار الاداء البحث مخرجات الابتكار والتأثير المجتمعي للبحث بالنسبة للمستنبطات النباتية السجن على الأقل في ظرف عشر سنوات الأخيرة قرابة لثمانية واربعين مستنبط هذوما الكل هما نتاج منظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي في مخابر المحهد الوطني للبحث الزراعية بتونس المستنبطات هذه من من حبوب سواء معناها نقوله ان احنا قمح لين وقمح صلب وشعير ثم ثمانتاش ثمانتاش مستنبط فم مستنبطات قرابة الاربعتاش مستنبط في في الأعلاف وستاش مستنبط في البقوريات هذوما حاليا لكلهم في وضع استغلال بعد ما تم التسويق لهم عن طريق شركات اكثار البذور خلي في النقطة هذي كيفيش تيقع العملية احنا بحثين في المعه في الارات مع البحوظ الزراعية ارقاو مستنبط الجديد يقع تزيل المتاع ومبعد كيفيش يتعدل الفلاح يتعدل الفلاح اول اول مرحلة هو احنا نقوم بطلب ابداء اهتمام لشركات البذور اللي هي قادرة على اكثار هالمستنبط الجديد وتقوم هي بتوزيع للفلاحين وثم عائدات ترجع للمؤسسة البحثية معناها 3% من حجم المبيعات يقوم معناها ترجع كارادات مالية للمؤسسة البحثية وللمخابر المخابر المتاعن نتعدل مثلا في براءات الاختراع براءات الاختراع عندنا حاليا اه اربع وخمسين على في نفس الفترة معنا على العشرية الاخيرة عندنا اربع وخمسين براءة اه براءة اختراع والبراءات الاختراع هذه حاليا نعمل على كيفية تسويقها من خلال شركات شركات الافرق دون المساهمات الاخرى متاع الاخوة البحثين واللي يمكن اه زاروكم الهنا واحكيو عليهم مثلا انتحدثوا على اه السلطة عون الازرق اللي كان هو معناها كان هو مناس معناها كان تحدي كبير اليوم اصبح معناها فرصة للتشغيل فرصة للتصدير وفي الفين واحد وعشرين فقط معناها صدرنا سبعة فاصل ستة اه طن اللي هما من عائدة تمتاحهم واحد ستة الف طن الف طن اللي هما عائدة تمتاحهم حوالي خمسة وسبعين مليون 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 دينار معناها الاسهام من بتاع البحث جلي وواضح يبقى الحاجة اللي نحن ديما حتى معنا كنمارسو نقذات على رواحنا نقوله كون منسوب الانتاج العلمي يفوق ما يوصل للمجتمع وهذا معناها عنده عنده تفسيراته من ضمنها مش كمنظومة البحث وتعليم العائل الفلاحي هي الفاعل الوحيد في مسألة التثمين ثم تدخل في مسألة التثمين تدخل عدد عدد اطراف وثم حلقات اللي هما كل واحد لابد باش يلعب الدورة متاعه باش هال المنتجات العلمية والانتجات العلمية توصل معناها للمحيط الاجتماعي والاقتصادي وتساهم في معناها ايجاد فرص للتشغيل في ايجاد حلول للقطاع وفي معناها التقديم اللي المجتمع ينتظروا من منظومة البحث والتعليم العالي للفلاح يعني كالسح لو كانت ذكر نحن منظومة نحكيوا عليها هذه منظومة ليرزاو ومستطبع العالي الفلاح قدش فهم وستاذ وقدش عنا منظومة معناها المؤسسة تأسست سنة 1990 حاليا معناها عندنا عشر معاهد للبحث بين ستة معاهد واربع مراكز جهوية للبحث وعندنا احدش المؤسسة للتعليم العالي الفلاح وهلا المؤسسة هذه فيها حاليا اه اثنين وخمسين معناها هيكل بحث ما بين اه مخابر ووحدات وتأم ثمانمائة وستاش مدرس مدرس بحث يعطيك صحة سي جميل نعرف موثة كبيرة وقديمة وعنا برش بحوث وبرش نتيج للتثمين شاء الله نرجو معاك نشكروك نرجو معاك في حصة الصخرة وما زاد المثلين وخيرين على المؤسسة بزيدو نحكي واكثر على البحوث وعا نتيج متاحها نواصلو يظهر لي بش ناخذو عينات عينا من ليرات لنك على بعض النتيج بحوث للتأقل مع تغير مناخ خاصة نتم المياه والتربة وزادة بش ناخذو كي مقل السلطعون البحر بش نحكيو على الاليات اللي وقع تطويحها وقعها معنى صنع هالاليات هذية بالنسبة للسلطعون وغير السلطعون هذية التركيز ما يخص الموضوع هذية في فقرتنا اغري فوكوس وقعنا على مجهد رجو اكس افهم